بالنسبة للدورة انا قلت في اتجاه ان اول تسعة نتيجة لرؤية من روي فيتوريا مدرب منتخبنا ان هو عايز يلعب اسبوع او اثنين قبل بداية الدورة تابع المستوى الافريقي ايه اللي هيحصل واخدوا مني الكلام دي او الكلام ده معلومات يعني ما بقولش توقعات دي معلومات خلال الاسبوع الحالي هيتحدد بشكل رسمي موعد ومكان السوبر الافريقي وانا قلت في حلقة يوم الاربع اللي فات ان اذا ما كانش التحديد قبل يوم الجمعة هيبقى الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي جاي اللي هو بدأ من النهاردة خلال الاسبوع ده في زيارة لأحد الاماكن دون ذكر اسمها يعني احتراما للمصادر في زيارة لأحد الاماكن او احد الملاعب عشان يشوفوا مدى جهزية الملعب ومدى جهزية فندو الاقامة والترتيبات الخاصة باستضافة هذا الملعب للقاء السوبر الافريقي خلال هذا الاسبوع اذا تم الاتفاق على جهزية الملعب والكلام اللي هوصل لنا هيكون ملعب مفاجأة وهيكون مكان مفاجئ لان المباراة هيبقى فيها كرنافال كبير فرقتين لهم شعبية كبيرة الاهلي اتحاد العاصمة الجزائري وعلى هذا الاساس الاتحاد الافريقي عايز يعمل احتفالية كبيرة في السوبر الافريقي الموسم الجديد خلال اسبوع ده لما يتحدد كل شيء هيتم الاختار الرسم للاتحاد المصري والاتحاد الجزائري على موعد ومكان السوبر الافريقي المكان الكاف هيزوره ويحدد مناسب ولا مش مناسب لكن المعاد هيكون بالاتفاق مع الاتحاد الوطني اللي هيستضيف لقاء السوبر اذا تم الاتفاق على هذا الامر هيتم الاعتماد وارسال الخطاب الرسمي خلال هذا الاسبوع خلال هذا الاسبوع ان شاء الله عشان نستعرف متى ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي والاتحاد العاصمة الجزائري دي جزئية واعتقد الخبر ده هيكون يعني شيء يسعد مرسي الكولر عشان يحدد خريطة الموسم اللي جاي الخبر التاني لسه مخلصين البطولة الافريقية دور الابطال والايام جارت بسرعة ده الموسم اللي جاي احنا بنتكلم في 17-9 لقاء الدور الـ 32 وانا سألت على مشاركة الاهلي هل الاهلي هيبدأ من دور الـ 32 ولا تبقى لكلام الشركة الايطالية مع الاندية اللي هيشاركوا في الدور الافريقي الممتاز انهم هيشاركوا من دور المجموعات لغاية اللحظة دي الاتحاد الافريقي متمسك بمشاركتهم في الادوار التمهدية خاصة بعد الغاء ملحق كاس الكونفيدرالية الغاء الملحق ده عشان يفط الأجندة من 20-10 لـ 11 نوفمبر عشان تلعب الاندية دي الدور الافريقي الممتاز وبالتالي حتى الان الاهلي هيلعب دور الـ 32 في الفترة من 17-39 طيب الاهلي يتعرف على المنافس بتاعه امتى يوم السلساء او الاربعاء القادم بحد اقصى سيتم اجراء قرعة دور الابطال وكاس الكونفيدرالية يعني الاسبوع ده الاسبوع ده الثلاثة او الاربع بحد اقصى سيتم اجراء مراسم القرعة مش بقولها يتحدد المعاد لا المعاد هيكون يا الثلاثة يا الاربع الاعتماد الرسمي المفوض خلال الساعات اللي جايه ولكن الاتحاد الافريقي عايز يعمل القرعة خلال الاسبوع ده عشان الاندية تعرف منافسيها خلال الفترة اللي جايه لان فيه دور تمهيدي اول في شهر تمانية الشهر الجاي فلازم على الاقل تدي مساحة للاندية عشان تبدأ تجهز التأشيرات والصفر والتزاكر والكلام ده كله خلال تلات اسابيع اللي جايه فالقرعة يا الثلاثة يا الاربعش الاسبوع ده والاهلي يعرف المنافس اللي هيوجهه في دور التمهيدي الثاني اللي هو دور الاثنين وتلاتين خلال الاسبوع ده بإذن الله وهتبقى المواجهة الزهاب يوم سبعتاشر تسعة والقياب يوم تلاتين تسعة طيب حاجة تانية الدور الافريقي الممتاز ايه ظروفه القرعة زي ما قلت قبل جدا في شهر تسعة في زيارة تانية للتفتيش على الملاعب التمن اندية اللي هتشارك في البطولة الاهلي الوداد الترجي وسانداونز انييمبا سيمبا بيترو اتليتكو مازينبي الكنغولو الكنغولي الزيارات ده هتبدأ من اول تمانية في زيارة للنادي الاهلي في الفترة من واحد الى اربعة تمانية زيارة للنادي الاهلي في الفترة من واحد الى اربعة تمانية وفي زيارة لمازينبي الكنغولي من اربعة الى سبعة تمانية وفي زيارة للترجي التونسي في الفترة من خمسة الى تسعة تمانية وفي زيارة للوداد الرياضي المغربي في الفترة من تسعة الى اتناشر تمانية بحد اقصى الزيارات تنتهي في منتصف اغسطس بعد هذه الزيارات سيكون في هناك ورشة عمل للاندية في شهر تسعة على هامش ورشة العمل في تنزانيا ستجرى قرعة الدوري الأفريقي الممتاز عشان الأهل يعرف المنافس اللي يوجهه سينبا ولا انينبا ولا بيترو أتلتكو ولا مازينبي الكنغولي وأول مباراة للأهل هتكون يوم 21 خارج مصر وخلال هذه البطولة لن يلعب الأهل أي مباراة في الدوري المحلي تبقى لقرار الاتحاد الأفريقي الذي سيتم إرساله للاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة دي جزئية متعلقة بالفترة اللي جاية مباراة بيرامد زوكولرز علام من إيه إيه اللي هيحصل للفترة الجاية عشان المسم الجديد